بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآني محمد اللهم أني توكلت عليك وسلمت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم أني أستودعتك حلما يتمناه قلبي ويشغل تفكيري فقل رعيني اللهم اجعلني أبكي فرحا من حلم ظننته مستحيل فحققه بحق محمد وآلي محمد يا أهلا وسهل بكم حبيباتي متابعاتي ورداتي شوكم شخباركم إن شاء الله تكونوا كلكم زينين وأحسن حال أجدكم اليوم بوصفتنا اللي هو زنجر الدجاج أو زنجر كريسبي أو كنتاكي طريقة جديدة يعني وسهلة فأحنا دائما يعني نطلبها كأديلي باري أو مثلا نطلع المكان دائما لازم نطلب اللي يعني الزنجر فقلت ليش معاني أسويها يعني بالبيت أي دائما أسويها فقلت خلي أشاركها وياكم إن شاء الله أنتو هم تستفادون من عدها وبالأخصية يعني توابلها ومكوناتها كلش بسيطة وموجودة بكل بيت فقلت إن شاء الله أسويها إياكم هنا أنا عندي الطحين والتوابن مثل ما رشوفون كلها المقادير اللي خليتها لكم بالفيديو موجودة هنا قدامكم كل هذا المكونات والتتبيلة كلها والبهارات نخلطها سوى أكيد من بعدها يعني أتبل الصدور الدجاج اللي قطعتهم على شكل يعني أصابع متوسطة الحجم وحتى سويكم نفس الكمية اللي أنا سويته هنا وياكم هنا أنا كان عندي كيلو ومئة غرام من صدور الدجاج بعد أنتوا براحتكم أشقد معتكم يعني من كمية مثلا دجاج سوى نس كيلو كيلو حسب حسب العدد يعني وحباي بقلبي أنا أحب أشكركم على تعليقاتكم الحلوة ومتابعتكم إلي ربي يوفقكم إن شاء الله حباي بقلبي حلو لما نتساعد وحنا تساعد يعني قناة اللوخ بلايك باشتراك بمشاهدة يعني حلو يعني من التابعين واحدة عدها قناة عدها محتوى حتى كلنا يعني ثاني واحدة يعني تساعد الثانية وقنواتنا تكبر إن شاء الله لأنه إحنا إذا نظل هيتي يعني بس نفتح قناة ولا نقلق الأحد ولا نشتركه أحد ولا نخلي لايك أكيد يعني إحنا قناتنا تبقى نفس ما هي ومحد راح يساعدنا ولا إحنا نساعد أحد بما أنه أحب أني أساعد يعني القنوات الصغيرة اللي مثل قناتي محتوية فكل اللي أقدر أسوي يعني هذا أبسط شي إنه يعني بس أظهر التعليقات اللهم ربي يوفق الجميع إن شاء الله نرجع وياكم حبايبي الوصفتنا لليوم اللي هي الزنجر طبعا هنا لازم نقليها بزيت غزير وحامي بنفس الوقت والظلين تقلبين بيها هي تشيعين باستمرار حتى تاخد لهم من كل الجهات وتستوي من الداخل وهنانا نكمل وياكم يعني نقلي الكمية كلها من بعد ما يعني قليناها نشيل هن نخليهن على كلينس المطبخ لحتى تنتص الدهون والزيوت البي موجودة ومثل ما اللي تشوفون هنا حبايب قلبي حضرنا الكمية كلها وقدمناها بهتش شكل أتمنى يعجبكم وينار رضاكم وتجربوا إن شاء الله وتضبط عدكم مثل ما تضبطوا ياي دائما وسهمكم العافية حبايب قلبي وأتمنى حبايب قلبي تخلوا لي اللايك والاشتراك وأتمنى من عدكم تركوا لي تعليقات حلوة من إيديكم الحلوة لأنه إن شاء الله كل فيديو أنزله إن شاء الله يعني أخلي شكم تعليق من إيديكم الحلوة أنزل هنا بالفيديو ولهن أنا حبيباتي ورداتي وصلت لنهاية الفيديو أتمنى ينال إرضاكم واستحسانكم وراح أخليكم هنا ويا التعليقات الحلوة مع ألف ألف سلامة واي باي شكرا شكرا